اشتركوا في القناة وفي حلقة كاملة نزلت عن هذا الموضوع موجودة على القناة نشرح فيها كل شيء وتأثيراتها على جميع الأدراج وأيضا اليوم في عنا خلو مسار وانتقال القمر من برج الميزان لبرج العقرب قبل خلو المسار قبل كسوف الشمس بعدين أول ما بصير الانتقال بصير في عنا يعني بعد يبقى كم ساعة بصير في عنا اللي هو كسوف الشمس طبعا القمر اليوم موجود في منزلة الزباني وهما منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يمكت القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و 46 دقيقة من مساء اليوم الاثنين بعدين بدو ينتقل بتوقيت الجرينش طبعا يعني قبل منتصف الليل بتوقيت الجرينش بربع ساعة تقريبا أو 14 دقيقة بعدين بدو ينتقل لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد وبما انه القمر رح يظل موجود في برج الميزان لغاية تقريبا ساعات الصباح فعشان هيك بتظل هاي فترة أفضل عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر ولكن بسبب الكسوف التأثيرات ممكن أنه يكون بالنقاشات بعض الأمور الحادة جدا فممكن هذا الشيء يصير سلبي أكثر اليوم نكون اجتماعيين ومنميلا شوي لهيك الاسترخاء بالنسبة لأنه يجد الغرام متنفس لدى العشاق لا هي بتلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر الغيرة والشك والأمور هاي هاي الفترة ننجح في أعمالنا الفنية ولكن بدون منافسات ما بنصح بالقيام بمشروع مشترك ولا إقامة حفلات ممكن إعادة تزيين البيت أو المكتب وما بنصح باقتناء حاجيات جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية هي اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهاي طبعا حكينا أن تأثيراتها لغاية يوم 5-11 يوجد نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية البطيئة الأخيرة من الزوايا القائمة رغم أنها منفصلة هي زاوية تربيع سلبية منفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وتأثيراتها لغاية يوم 16-11 أي زاوية تخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فأول زاوية هي زاوية تربيع سلبية ما بين القمر وما بين بلوتو وهي دروتها الساعة 12.35 دقيقة بعد منتصف ليل الليلة اللي هي الاثنين على الثلاثاء وهي زاوية بدأت دفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة طبعا هاي الزاوية تأثيراتها لغاية طول يعني من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر لغاية ساعات ما بعد العصر فعشان هيك اليوم هاي بتحذير كل الأبراج بدهم ينتبهوا منه بشكل قوي جدا أما بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار اللي رح يبدأ الساعة 12 و35 دقيقة بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 17 دقيقة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط هذا اليوم بإمكاننا تجديد عقد تأمين أو عمل تأمين أو مراجعة شركات التأمين جيد لمشاهدة الأفلام أو قراءة رواية بوليسية أو الاهتمام ببعض الصيانة اللي إلها علاقة بالمنزل أما بالنسبة للزاوية التي تتشكل ما بعد الانتقال اللي هو عندنا اللي هي زاوية الاقتران اللي من المفروض أنها تكون إيجابية ولكن بما أنه كسوف شمس فتعتبر سلبية ما بين القمر وبين الشمس وهي تعتبر فترة ذروة كسوف الشمس الجزئي خلال هذا اليوم اللي هي الساعة 10.48 دقيقة مش بداية ذروتها ذروتها هي بداية ذروتها بمعنى آخر وهذا الاتصال بما أنه سلبي فعشان هيك بخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعك السلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية ما بين القمر وما بين الزهرة وهي رح تكون ذروتها ساعة 12 وأربع دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء تأثيراتها موجودة أو طلت النهار بدنا نحسب هذه الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي من المفروض ما نعمل أي إجراء جراحي ممكن أمور إلها علاقة بفحصات أو إجراء بعض العلاجات ولكن كجراحيا أنا ما بنصح ولا لأي عضو في أعضاء الجسم خلال هذا اليوم كجراحة ولكن كفحصات أوكي أكثر حساسية في هذا اليوم الجسم عنا من الآن ولغاية ساعات الصباح الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة والجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية أما من ساعات الصباح فبيصير عنا الأعضاء التناسلية والمستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبيض البروستاتا عضم العنى والجينات زي ما حكينا هذا اليوم لا ينصح أو لا يوصى بإجراء عمليات جراحية إلا إذا كانت الطرارية جدا جدا غير مناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وأيضا هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ممكن يصير بعض التحسس بالجلد ولكنه بظل جيد لإزالة الشعر الزائد ولا يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي أو الصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العقرب ويستقر فيه من ساعات الصباح تقريبا قلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس القادم من 27 عشر في تمام الساعة 4 و27 دقيقة صباحا وبعدها بده يستمر قلو المسار لغاية الساعة 10 و54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره 29 يوم في تمام ساعة 4 و19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير 30 يوم يعني قبل ولادة الهلال بظل 30 يوم نعتبره هذا اليوم لأنه بداية ولادة الهلال فبيكمل الشهر معنا النسبة الإضاءة بتكون صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 هي السعيدة بنسبة 100% القمر في الميزان بده ينتقل العقرب ورح يستقر في العقرب حتى يوم 27-10 هو الآن سعيد بنسبة 100% في ساعات الظهر بتنزل نسبة السعادة إلى 85% ساعات العصر بتنزل نسبة السعادة إلى 60% ساعات المساء بتنزل نسبة السعادة إلى 30% عطارد في الميزان حتى يوم 29-10 سعيد بنسبة 70% ولكن في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة إلى 100% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30-10 منتحس بنسبة 10% والمشتري في الحمل بيتراجح حتى يوم 28-10 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم أهم شيء تحاضروا من الخلافات وما الضخم الأمور بتبدوا مرهفين الإحساس ومتوترين اليوم بسبب قلق ما بتكو تحاضروا إثارة العدائية والبلبلة لأن مزاجكم متقلب وهتعتبر عصبيين وهذا الشيء ممكن يثير النفور أثناء تعاملكم مع الغير في ساعات تقريبا الظهيرة بتنهمكوا في عدد تنظيم أموركم اللي إلها علاقة بالأمور المالية أهم شيء ما تهملوا صحتكم بتصبح لأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالكم صدى طيب أهم شيء إنه ما تتكاسلوا بل سارعوا للعمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بتكو تنتبهوا أكثر لصحتكم القمر موجود في البيت السادس بيقترب من المقابلة وأيضا فترة كسوف شمس فعشان هيك اليوم بتكونوا منظمين وتحسنوا أدار تعملكم حذروا من الجدال مع المعاونين وبرضو ما تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا لا عمل ولا أي شيء لأعلاقة بالصحة أو المراجعات الطبية حتى لو اضطررتم للعمل لساعات إضافية حاول إنك تقوم بمهماتك اليوم بشكل روتيني من ساعات الظهر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد بعض الأمور وتترى بعض البلبل فعشان هيك بتكون تعلجوا الالتباسات سواء التفاهم بموضوعية أو حتى النقاش بهدوء وحذروا القطيعة والدعاوى القانونية اليوم لأنه خصمكم قوي والعرقي لبتستفزك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً بتضر رغبتكم فيها نوع من أنواع القوة للتقرب من أحبائكم والتفاهم معهم ولكن تغثير القمر السلبي اللي رح يصير مع الكسوف بتشعر بعدم الأمان والارتياح ممكن أنك تغامر اليوم بعواطفك الجياشة فعشان هيك بنصحك عن عدم المغامرة وفرض الرأي أو التسلط على الأحبة رغم أنه اليوم أنت بتزيء جراءتك وباستطعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك إلا أنه عدم التركيز ممكن يخليك تفقد الاتزام في ساعات الظهر بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بتكن تنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذروا من المشاكل الصحية والتركيز أثناء تأدية أعمالكم لأنه الكسوف لحاله أساساً بيسوي عدم تركيز برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وحولوا أنك تكونوا عنصر إيجابي وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بتتعاملوا معهم حولوا أنك تتفهموا الآخرين وابقوا هادئين وإحموا استقراركم الصحي من التراجع ممكن تشتكي اليوم أو تشكوا من تأخير في المعاملات والالتزامات أما بعد الظهر بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم ولكن زي ما حكينا فترة كسوف بتكونوا ديروا بالكم أثناء اتصالاتكم ولقاءاتكم وحاولوا أنك تلطفوا الأجواء وحاولوا أنك تضبطوا أعصابكم وما تسببوا خلاف ما بينكم وبين أحبائكم أو أبنائكم في ساعات المساء بتبلش الأمور تنحصر شوي وممكن أنك يعني تحصل بعض المكاسب أو بعض الاعتبارات أو تحل بعض المسائل العالقة أو كانت مستحيلة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات اللي هو من الآن لساعات منتصف الليل بعدين بتكونوا تحذروا أثناء تنقلاتكم وتنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارات حاولوا أنك تتكلموا بهدوء وتوضحوا وجهة نظركم تفادي لأي التباس محتمل ممكن شوي يكون اللي عنده امتحان أو عنده مقابل اليوم أنه ما ينجح فيها لأنه هذا الشيء بده تركيز زيادة عن اللزوم وخصوصا أنه الكسوف بأثر على هاي النقطة وبعمل تشتت بالتركيز في ساعات الظهر هنا بصير التركيز حول المسائل البيتية اليوم ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعائلة فممكن تتفاهموا مع أفراد العائلة ولكن بتكون تتفاهموا بهدوء وتتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا أنك تواجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي الحقوق ولا تفرضوا رأيكم لأنها زي ما حكينا اليوم في كسوف وتأثيروا على البيت الرابع يعني الضغط على مستوى العائلي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء اليوم بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن يحتاج أحد أفراد العائلة لدعم مالي أو معنوي فعشان يك بتكون تنظموا الأقصاط والديون وما تستخفوا بالفواتير الصغيرة وحاضروا من المصاريف اللي بتتعلق بالأمور الاستشفائية في فترة ساعات الظهر هنا بتكون تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وأثناء حواراتكم ونقاشاتكم اللي عنده امتحان أو مقابلة إذا بيقدر يأجلوا بكون أفضل وإذا بدوا يتممهم ما في مجال التأجيل يحاول أن يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود بتكثر عندكم النشاطات اليوم على حسب حق الاقتصاصك وخصوصا من ساعات العصر يعني ممكن يكون عندك بعض اللقاءات اليوم باستطاعتك الدفاع عن حالك والتعبير بوضوح وصراحة ولكن حاول أنك ما تعبر بعصبية وحدية وخلي في مروني بتعاملاتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هو من المفروض أنه بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم ولكن اليوم ممكن يصير بعض التقلبات اللي إلها علاقة بالمزاج أو حدية الطباع أو تقلب المزاج بسبب كسوف الشمس وإقتراب موعده فعشان هيك بصير في نوع من أنواع الضغط ممكن تشعر بالإحباط أو التعب أو تقلب المزاج عندك حاول أنك تأخذ نوع من أنواع الهدوء وما تتخذ أي قرارات حاسمة خلال هذا اليوم بساعات الظهر بتبدأ عندك أمور إلها علاقة بالوضع المالي تظهر على الساحة أهم شيء أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة وما تبالغ بمصاريفك خلال هذا اليوم وانتبه على أموالك من السرقة ومن الضياع وكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة زي ما حكينا الاهتمام اليوم رح يكون بالأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي وممكن في ساعات المساء بعض الأمور الاستشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم خلال هذا اليوم وممكن أنك تجد نفسك في موقف صعب بدك تكون حذر وحكيم وحاذر من الكلام السيء وحاذر من التراجع الصحي وتعتبر هاي فترة فاشلة ومخيبة للآمال ومن أصعب أيام الشهر وخصوصا أن انتقال القمر برافقوا كسوف شمس رح يكون عندك وخصوصا في أول خمس درجات أو يعني أكثر خمس موليد رح يتأثروا هم أول خمس موليد من موليد برج العقرب عشان هيك بدكوا تنتبهوا بشكل كامل لصحتكم ولقراراتكم خلال هذا اليوم من ساعات ما بعد الظهر وبعد انتهاء فترة الكسوف بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك شرط أنك تبتنع عن فرض الرأي والتسلط والعصبية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم التركيز كله بيكون على أمور العلاقة بالوضع الاجتماعي ولكن بالضغط بنال منكم لأن الكسوف موجود في بيت المتاعب فعشان هيك يحاول أنك اليوم ما تتخذ أي قرارات وما تتحكم بأصدقائك أو معارفك لأنه ممكن تخسر صديق أو معرفة بسبب انفعالاتك أو قراراتك المرتجلة فعشان هيك لأنه اليوم تصرفاتك رح تكون فيها نوع من أنواع العدائية وبرضو بتكو تنتبهوا أثناء تحركاتكم من بعض الإصابات في ساعات الظهر بتكو تنتبهوا أكثر لصحتكم حول أنكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد تعتبر هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تخيب أمالكم وحذروا من البلبلة والالتباسات برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد اليوم بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وعلاقاتكم مع المسؤولين إذا التزمتوا بدوامكم وعدم تسرعكم باتخاذ القرارات ممكن اليوم شوي تجد أنه في بعض الأمور اللي بتدفعك للتهور أو للإندفاع أو للعصبية وهذا شيء مرفوض تماما اليوم ما تغامر بوظيفتك ولا بسمعتك وما تجازف مهما كانت الظروف في ساعات الظهر الأجواء بتصير تركيزها على الأصدقاء فحاولوا أنكم تضبطوا عصابكم بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على المعارف والأصدقاء لأنه فترة كسوف شمس وهذا الشيء ممكن يخسرك صديق أو معرفة أو يصير في خلاف حاج جدا ما بينكم برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو اليوم بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات لبعيدة والسفريات والتعامل مع الأجانب ولكن حاولوا أنه على الطرقات أو أثناء قيادتكم للسيارة أو أثناء السفر تتفقدوا أمتعتكم وما تستعجلوا على الطريق وتتفقدوا سياراتكم وما تتهوروا أثناء القيادة حاولوا أنه تطلبوا رأي الشريك قبل التمسك بقراركم ممكن تنشغلوا اليوم بمسائل مالية أو هموم صحية أو عائلية وباستطاعتكم بحث موضوع بيتعلق بقرض أو تمويل ولكن دون اتخاذ قرارات حاسمة وأهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة في ساعات الظهر بصير التركيز على أمور السمعة فعشان هيك بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية اليوم ممكن تقضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر بسبب كسوف الشمس برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بتنهمكم في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن اليوم بتكون تحضروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأي أن كان ممكن تواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم اليوم أهم شيء أنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان أركز على أمورك المالية بدون أي مجازفات وفي نفس اللحظة انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع ممنوع المغامرات المالية في ساعات ما بعد الظهر بتنشغلوا في أمور لها علاقة بالتنقلات والاتصالات ولكن بدكوا تنتبهوا بشكل جيد على هاي الأمور وحاولوا في نفس اللحظة أن تنتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء حواراتكم ونقاشاتكم وتعتبر فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة وممكن تناقش اليوم بشيء له علاقة بالإقناع ولكن إذا عندك امتحان أو مقابلة حاول تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوط نهائيا وحاول أنك ترفض أي شيء ما بناسبك حتى لو بتشك في فترة شوي فيها نوع من أنواع الضغط حاول تأجل الموضوع ليوم الغد بتلاقي الأمور تحسنت بشكل أفضل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء